طيب هات أحمد موسيد فضل جماعة الإخوة الإرهابية والتنظيم الدولي عملوا فيلم صوروه داخل السجون التركية خلي بالك من كلام اللي هقوله لسيادتك صوروا فين؟ داخل السجون التركية الفيلم اسمه بسبوسة بالقشطة اسم الفيلم كده اسمه ايه؟ بسبوسة بالقشطة الفيلم ده انتاج تركي إخواني زي ما قلت لحضراتكو بيشارك فيه مجموعة من الإرهابيين الخوانة واحد اسمه إرهابي محمد شومان واحد اسمه شام عبد الحميد والهدف من هذا الفيلم من الآخر ملخصه يعني تشويه الشرطة المصرية صوروه داخل السجون التركية خلي بالك هو يطلع انه تصور في مصر طبعا الخواني دول قاعدين في تركيا أردغان فتح لهم السجون وصوروا الفيلم ده داخل السجون التركية والمخرج اسمه عبادة البغدادي كل اللي عملوا ده واللي اشتغلوا في ده بيضربوك بيضربوا بلدك بيضربوك انت كمواطن بيحاول إحباء يعني ضرب الروح المعنوي بتاعتك تخلي بالك أنا بقول لك خلي بالك لو سمحت لأشكال دي والله حرام انها يبقى عندها جنسية مصرية ولا ينتموا للدولة المصرية تاني بقول حرام ليكون عندهم جوا الصفر ولا يكون عندهم جنسية المصرية اللي تربوا وتعلموا واللي أبضوا وخدوا فلوس منها وتعلموا وكبروا داخل هذا الوطن وفي الآخر بيعملوا يعني انت كنت متوقع مسلا استاذ عبادة حكي زي كده نعم دوسة اتكلم عن الفيلم اللي محدش شافه لسه يعني التعية دي بالنسبة لك ايه بس خلي بالك وقال انت اخوان وجماعة ارهابية وانت اه واردوغان ممول الفيلم ما تريحكي انت اردوغان كيف امول اردوغان واولا بسم الله الرحيم انا اسف يا عبادة انا مش اخوان مين لانت ولا عمري كنت اخوان اما اي حد بيعارضهم يبقى اخوان ده شيء عجيب يعني برضو عبادة مش مساعد اظن في حد في مرة طيبا التامون اخوان وكان طالع اه حاجة تليات اي حد يعرف دي اخوان انت ايه رائك في الانتعامات دي يعني هو في الحقيقة انا مستغرب من كل المعلومات اللي جابها وبيقولها بثقة بصراحة يعني هو بيقولها بثقة وبيقولها كأنه عنده مصدر ومعلومات وكده يعني هو الفيلم اولا ما تصورش في سجون تركية ولا حاجة هو الفيلم تصور في بلاتوهات في مدينة الانتاج السينمائية هنا في تركيا اللي هي فيها بطبيعة الحال سجون بس انا كنت قلت ان السجون دي اللي هي موجودة اللي هي لوكيشن السجن هنا في تركيا مش قريب لشكل السجن عادانة في مصر في الاخير كلنا عارفين السجون في مصر واحنا دخلنا السجون في مصر واصحابنا دخلوا السجون في مصر فاحنا عارفين السجن في مصر عامل السجون هنا خمس نجوم بالنسبة اللي هو في مصر فاحنا حاولنا ان احنا نقرب شكل السجن لشكل الزنزانة في مصر علشان يكون فيه يعني في الاخر الدراما هي بتقترب من الواقع أو هي بتعبر عن الواقع فكل اللي عملنا نحن نحاول نقرب من الواقع عشان نعمل الفيلم بتاعنا بس يعني أصلي كنوع من الفن حتى بس رئيس أردوهان مول الفيلم أنا ما عرفش هو رئيس أردوهان يريتوا يعني أنا تمام والله أي حدي مول الفيلم بص الحجم دي التاريخ هو مول فيلم أقسم بالله محد ما مول غير اللي هما اللي يلس يالمنت اللي أعب هو فى فى هي القليل والضعيف أساساً أنا أقول لك حتى أن بعض الناس اللي اشتغلوا في الفيلم هم تبرعوا بجزء من أجرهم علشان نعمل الفيلم يعني كان فيه زي روح فريق والناس كانت عاوز تعمل تجربة في الآخر فأنا مخادش أجر مثلا مدير الإنتاج مخادش أجر طعلا هو أنا مخادش نعم إيك الأفلام الجاية ربنا يكرمك يا مساهل يا رب الأكل مفيد طريقة